معنا أمت الله أهلاً وسهلاً يا أمت الله إزايك سمحت عايزة أسأل الشيخ سؤال اتفضلي معيك هو ممكن نجرى في أيام الحيد صورة الملكة صورة الواقعة إليه الأذكار جبل النوم أول اليوم كله الله حتكون عز رب الفلق إليه التحصنات من الحسد ومن العيون كده تمام يا أمت الله عايز تفسار تاني لا شكراً سيدة سارة شكراً لك السؤالها واضح لحضرتك الآن الصوت أصلاً كله بصوت ضعيف بالنسبة لهم طب أنا أقول حربيك السؤال هي بتقول أنه ممكن في أيام الحيد أنها تقرأ الآيات التحصين وسور صورة الملك أي سور من الكرآن تذكر الله أفضل تذكر الله لأن الذكر حتى لو في الحيد عادي لكن كلام الله عز وجل يعني طبعاً إنسان طهر بزيت عشان ما أقول لك أصلاً إنسان ده نجس لا أستغفر الله محدش يقول عن إنسان نجس أبداً ولقد كرمنا بني آدم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس فمحدش يقول أصلاً فينا لا ممكن قد يعتريه نجسات دي موضوع تاني لكن هي في في الحيد لا ما تقرأ الشيء القرآن ولا في سرها ولا في سرها تقدر تذكر الله عز وجل يعني إذا كان فيه كلمة لا إله إلا الله يعني يا نوح اذكرني يا نوح قال يا ربي وكيف أذكره قال يا نوح قل لا إله إلا الله ده ربنا بيكلم مين سيدنا نوح فأعله وعزتي فعزتي وجلالي يا نوح لو أن السماوات السبع والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله طيب يا شيخ حسن بالنسبة لموضوع القرآن يعني كنا دايما نسمع الفتاوي أو الكلام عن فكرة بس أن تمسك القرآن أو ما تمسكوش لكن كمان قرأته يعني يعني هقزيم يعني محدش يزعل مني حتى لو كانوا من العلماء ما فيش حاجة اسمها المشكلة في مسك المصحف المصحف ده شوية وراء لكن القيمة اللي في هذا المصحف كلام الله عز وجل يقولك أستمسكه يعني إيه لا يمسكه إلا المطهرون ودي عليها كلام كتير لا يمسه إلا المطهرون تنزيله من رب العميد اللي في اللوحة المحفوظ إنه لقرآن الكريم فيه كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون اللي هم الملائكة يعني اللي هي تنزلات القرآن تنزلات القرآن ثم إن القرآن نفسه مسه هو هو مسه القرآن هو المصحف ده عبارة عن ورق الورق ده لو مفهوش كلام الله لا قيمة لا ولا فائدة لكن خد القدسية عندما كتب فيه ما هي علشان كده الفتوى أنه ما يتمسكش عشان فيه قدسية طيب لما أنا ممسكوش معنى كده أن أنا نجس وهو دي الكلمة اللي أنا كنت ألتها من شوية إن أنا مش نجس عشان أنا نجس طيب أنا لو دلوقتي لو أنا معايا لو واحدة تبعاها سلسلة ومكتوب عليها لا إله الله محمد رسول الله أو مكتوب عليها عائلة الكرسي في بعض السلسات وجاء تدخل الحمام وهدي بايت نجسات تلع السلسلة برا وتدخل الحمام هتتسرق هتتاخد كلام غير صحيح لا طبعا تدخل بالسلسلة وتدخل الحمام بالسلسلة الإنسان طهر من بذاتي ثم ما فيش جاء حاجة جات نجسات على كلام الله عز وجل بلاش يا جماعة تعطيز لكن أنا بقول أنا مش فاهمة برضو كلام حدثك حاسة إن أنا في حاجة وعكسها أو أنا مش ودخالي ما هي طالما الإنسان مش نجس بذاته يبقى ليه المرأة في الأوقات دي ما تقراش الكرآن نظرا لعدم الطهارة التي اعتردها ليه النجاسة التي اعتردها عشان نزول الدم اللي موجود ده وهذا الدم إذا خرج فهو نجس وليس الإنسان اللي نجس التوضيح بيبقى مهمو في الأمور الانسان طهر بذاته لكن الدم إذا خرج الدم أصبح إيه نجس فالدم ده النجس ما جايش على كتاب الله أما أنا طاهر حتى لو عندها الدورة لو عندها الدورة تمسك المصحف وتنقله وتخطه في أي مكان هو طاهر بذاته أنا عارف إن الكلام ده بيخالف فتاوة كتير أنا عارف والله بس دي أبحاث عاملينها من زمان عد سرنا الليالة عشان نكتبه وبالعقل وبالمنطق وبالشرع وبالشرع يعني حد يجيب دليل على إن لمس المصحف إنه يحرم لمس المصحف يجيب لي دليل على إنه يحرم لمس المصحف هو الجمال والشئ الرائع إن اختلاف العلماء رحمة فربنا يبارك في حضرتك يا رب